هجوم مباغت استهدف ما يسمى معسكر الشهداء التابع لميليشيات الحجد في ناحية آمرلي شرقية محافظة صلاح الدين خلف قتلى وجرح في صفوف عناصر ميليشيات من العراق ولبنان إضافة إلى قيادات من الحرس الثوري الإيراني تتخذ من المعسكر مقرا لها الهجوم أثار العديد من علامات الاستفهام عن الجهة المنفذة لا سيما وأنه استهدف اجتماعا سريا كشف عنه مصدر في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة المصدر أكد أيضا أن طائرات مسيرة تراقب المعسكر الذي خصص لتخزين الصواريخ الإيرانية وبدأ العمل فيه ليكون مركزا للطائرات المسيرة الإيرانية في تأكيد لما أعلنته تقارير غربية سابقة أشارت إلى أن إيران بدأت بنقل العديد من الأسلحة الثقيلة إلى العراق ووزعتها على مقرات عدد من الميليشيات في الفترة التي شهدت تصعيد التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة لمواقع عسكرية إيرانية وهما أكده مجلس العشائر العربية الذي أشار إلى أن معسكر آمرلي يضم صواريخ فاليستية وآليات عسكرية نقلتها إيران مؤخرا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قالت إنها أخذت علما بالهجوم على مقرات ميليشيات الحجد في العراق وإن قواتها لم تشارك في الضربة التي استهدفت الموقع بينما استبعدت وسائل إعلام أمريكية أن يكون تنظيم الدولة مسؤولا عن القصف مشيرة إلى أن التنظيم وبعكس ما يعرف عنه لم يعلن بأي شكل من الأشكال مسؤوليته عن الهجوم كما أكدت أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي المسؤول عن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لم تجب عن الأسئلة المتعلقة بالهجوم إلى الآن بينما رشحت مصادر أخرى أن تكون طائرات من طراز F-35 هي التي نفذت الهجوم ولا يملك هذه الطائرات في المنطقة غير الكيان الصهيوني إيران التي أرادت أن تلاعب أمريكا خارج أراضيها يبدو أنها تلقت أولى الضربات فوق الميدان الذي اختارته ملعبا لتصفية الحسابات والعراق الذي يعيش أزمات متلاحقة بات على موعد مع أزمة جديدة ضمن أجندة الحرب بالوكالة التي تنتهجها إيران وميليشياتها وتقف منها الحكومة موقف الأصم الأبكم بل والعاجز